بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم شرح اليوم مهم جدا لكل من يعمل بمنتجات واجهزة مايكروتيك من خلال الشرح هنتعرف على جميع المنتجات التي تم وقف تصنعها من الشركة هنشوف الصدمة من وقف انتاج بعض الروتر بورد وتعالوا نشوف الشرح والمعلومة الجديدة تعالوا نشوف الشرح من خلال موقع مايكروتيك كلمنا وعارفين كلنا شركة مايكروتيك الرائضة في المجال منذ سنوات كبيرة جدا جدا وتخصصها شباب وهو صناعة سرفرات المايكروتيك واجهزة التحكم وبعض منتجات الوارلس وبعض الكابلات وبعض البرد هنتكلم النهاردة من خلال موقع مايكروتيك يا شباب في قسم غير معروف للجميع ومعلومة غير معروفة للجميع ونشوف مع بعض طبعا قصر السؤال عن الروتر بورد 750 جيل وقصر السؤال عن منتج الروتر بورد 750 جيل والروتر بورد 1100 والروتر بورد 1200 والروتر بورد 1100 AHX2 والروتر بورد 1100 AH النهاردة من خلال الموقع شباب ومن خلال قسم غير معروف هنعرف المنتجات التي تم وقف تصناعها من شركة مايكروتيك ولو شفنا المنتجات ديت موجودة في الأسواق أو في بعض التوكلات فاعرف ان المنتجات دي قديمة يا شباب ومش موجودة على موقع الشركة والشركة بالفعل وقفت تصنيعها ومعدش بتصنيعها تاني فالشركة طبعا ما بتوقف جهاز أو تصنيع منتج راوتر بورد أو جهاز ويرلس يا شباب فبتشيل جميع الدعم بتاعهم من قوامة الصوفت وير يا شباب وبتشيل كل التحديثات الخاصة بالروتر بورد أو المنتج تعالوا نشوف من خلال الموقع شباب الروتر بورد اللي معاتش موجود وتم وقف تصنيعه وعندنا طبعا بعض كروة الويرلس وبعض أجهزة الويرلس وهندخل أولا على كسم الهارد وير وطبعا ما بندخل على كسم الهارد وير يا شباب بنشوف جميع المنتجات من الروتر بورد أو الانتنات الديش أو الانتنات الأمني على موقع الشركة وزي ما انت شايفين الروتر بورد اللي موجودة معانا طبعا الار بي طبعا السبعمية وخمسين جي ار سري والتو وزي ما انت شايفين معانا الروتر بورد بجميع أنواعه وبعض طبعا الوصلات والبورات وطبعا جهاز الميتل وزي ما انت شايفين كل حاجة على موقع شركة مايكروتيك تعالوا ندخل ونشوف المنتجات اللي كانت موجودة على مايكروتيكا شباب وبالفعل تم مواقف تصنيعها تعالوا شوف الفكرة ديت من خلال الدخول على طبعا المنتجات التي تم وقف تصنيعها في شركة مايكرو تيج هنشوف مجموعة كبيرة جدا جدا من الرواتر ومن الرواتر بورد اللي كانت جميلة ومنها اول شيء الرواتر بورد طبعا الاربيز 750 جي ال اللي كانت رامات 64 والبروسوسور بتاعه كان 400 ميجا هرتز كان رواتر بورد جميل جدا جدا بس تم وقف تصنيعه من شركة مايكرو تيج الرواتر بورد الثاني اللي هو الاربيز 750 يو بي زي ما انتوا شايفين الرامات طبعا بتاعته كانت 32 والبروسوسور 400 وكان معانا السويتش الاربيز 750 جي وزي ما انتوا شايفين معانا الرواتر بورد ده شباب الاربيز 1100 الاه اكس 2 الام الرواتر بورد كانت راماته 512 وعندنا البروسوسور طبعا 1066 وتعالوا ندخل نشوف الرواتر بورد الاربي الالف مية الاه اكس 2 رامات 2 جيجا والبروسوسور طبعا 1066 ميجا هرتز وقلنا الرواتر بورد البديل بتاعه اللي هو الاربي الالف مية الاه اكس 4 عندنا الاربي يا شباب 1200 طبعا الكسم ده على موقع مايكروتيك يا شباب محدش يتكلم عنه كتير ومحدش وجه الاعضاء ان تدخل تشوف الرواتر بورد اللي تم واقفة تصنيعه بالفعل علشان الجدل وعلشان السؤال وعلشان كسرت الاتصالات وعلشان انت عرف انت هتشتير راوتر بورد ليه دعم فني بعد كده ويبقى عندك مشكلة كبيرة في ان انت تدبيعه تاني لاني توقف تصنيعه وظهر امكانيات وظهر راوتر بورد احدث في الامكانيات في الرام والبروسوسور او الليفل او كروتي اللان تعالوا نشوفوا النهاردة الاربي الالف مية الاي اتش فقط يا شباب وكانت الرامات بتاعته اتنين جيجا وعندنا البروسوسور واحد زي ما انت شايفين فقط وكانت تلاتاشر بورد عندنا الرواتر بورد الالف مية فقط يا شباب طبعا اللي كان بيجيب الرواتر بورد الالف مية او بيصور بالالف مية ايام طبعا مكانت الشبكات شبكات كان الموضوع بيبقى كبير وكانت بتبقى ضجة كبيرة جدا اللي يجيب راوتر بورد الالف مية زي ما انتم شايفين بيقولك هنا توقف طبعا العمل والانتاج من الراوتر بورد ونزل بديل للراوتر بورد عندنا طبعا السي سي آر الف وتسعة طبعا تمانية جي واحد اس تم طبعا وقف الاصدار زي ما احنا شايفين ودي كل المعلومات من على موقع الشركة شباب محدش طبعا بيجيب معلومات من عنده عندنا مجموعة كبيرة جدا جدا من الراوتر بورد تم وقف تصنعها شباب عندنا الار بي ميتين وخمسين جي اس تم وقف اصداره زي ما انتم شايفين وعندنا الرواتر بورد اللي اربعة وعشرين السي ار اس مية خمسة وعشرين اللي اربعة وعشرين جي احنا شرحنا الراوتر بورد ده بالفعل وقف تصنيع الراوتر بورد ده شباب وعندنا الراوتر بورد اللي اربعة وعشرين بورد نفس الراوتر بس كبير عندنا منتجات كتيرة جدا جدا زي ما انتم شايفين وعندنا الميتل تم وقف تصنيعه الميتل تو والميتل فايف نزل مكانهم التحديث والتعديل الجديد على موقع الشركة زي ما احنا شايفين عندك منتجات كتيرة وعندك الروتر بورد الار بي تسماحده خمسين تو ان زي ما انتو شايفين يا شباب البرسوسر بتاعه كان ربعمية والرمات اتنين وتلاتين الشركة بتطور من نفسها وبتنزل الجديد عندنا الروتر بورد الار بي السبعمية واحد وخمسين يو طبعا الروتر بورد ده كان انتشر فترة ووقف تصنيعه وعندنا الرواتر بورد زي ما انتو شايفين الار بي سبعمية واحد وخمسين جي تو اتش اني دي زي ما احنا شايفين عندنا هنا الفرق ايه يا شباب مكان اليو دي تحت هنا عندنا جي خليك طبعا دقيق جدا في اسماء الرواتر بورد لان الاسماء ممكن متشابهة بس بتختلف عندك في الامكانيات في البروسوسر وفي الرام وفي الليفل وحاجات كتيرة ودي اخطاء الاعضاء بتقع فيها كتير وبيحصل فيه مشاكل ما بين الشركات وما بين الفنيين فيه اختيار او كتابة اسم الرواتر بورد طبعا يقول لك ار بي تسعمية واحد وخمسين فيه نوعين تلاتة من تسعمية واحد وخمسين فاكتب الاسم كامل او اكتب طبعا السيريال بتاع الروتر كامل علشان طبعا اللي انت بتتواصل معي يفهم الروتر بتاعك او يفهم الموديل اللي انت عاوزه بالزبط تعالوا نشوف هتلاقي فيه انواع كتيرة طبعا البورد طبعا اللي كانت بتشتغل على الكروت ال اكس ار تو اتوقف تصنعها وعندك الار بي ربعمية وخمسين جي الروتر ده كان رائع برامات ماتين ستة وخمسين شباب والبرسوس الستمية وتمانين فاكرين الروتر بورد ده عملنا عليه شروحات كتيرة او الروتر بورد ده فيه حاجات كتيرة من على موقع الشركة وعندنا الار بي ربعمية تلاتة وتسعين شرحنا الروتر بورد ده شباب وده عندنا الروتر بورد الار بي تومنمية وخمسين جي اكسي تو احنا شرحنا الروتر بورد ده شباب بس شرح نظري من على موقع الشركة قولنا الرمات بتاعته خمسمية واتناشر الروتر بورد ده نزل معادش فترة يعني ما فيش عليه سحب والايه فال شركة شاليته تاني. وعلى ما اظن هم نزلهم ايه? الروتر بورد مكانه الاربعين حداشر. ويعني زود الرام خليها واحد جيجا وبس. الناس دي شغالة كويس. والناس دي عارفة بتعمل ايه? عندك الروتر بورد زي ما قلنا الربعمائة تلاتة وتلاتين جي ال. راوتر طبعا راماته مية تمانية وعشرين. كنا شرحنا ايه ايت شايت. الروتر ده البردة دي احنا شرحناها. تمام? زي زي ما انتم شايفين. عندنا رواتر بورد كتيرة جدا جدا. اتوقف تصنيعه. وعندنا الر الف وستاشر. زي ما انتم شايفين يا شباب. اتناشر جي بي يو. تم توقف تصنيعه. عندنا بعض الهاوسينج طبعا زي ما احنا شايفين. معدش بيصنعوها. ودي بعض كروت طبعا اهيت. كروت الوارلس او كروت اللان. خلاص وقفوا الدنيا خلاص. زي ما انتم شايفين يا شباب مجموعة كبيرة جدا جدا من الكروت ومجموعة كبيرة من الواصلات. الشركة معاش بتصنعها. فلازم تدخل على موقع الشركة علشان تعرف الرواتر بورد اللي موجودة عندنا هنا البروسوسور بقى فيه رواتر بورد زي 750 GR3 البروسوسور بداعة 880 بقى الضعف وعلى ما اظن اتنين كور وعندك الرماد 256 فيه فرق في الرماد ده 64 تعالوا ندخل كده يا شباب نشوف الرواتر بورد ده موجود ولا لا ونشوف الفرق طبعا زي ما انتوا شايفين هو ظهر لي ان الرواتر بورد ده موجود بس هيكون معنا اختلافة ندخل على الرواتر بورد وهنيجي طبعا نشوف الرواتر بورد اللي تم واقف تصنيعه من على موقع شركة مايكروتيك دي معلومة مهمة ومعلومة كبيرة جدا جدا زي ما انتوا شايفين عندنا في الاخر ايه RB2011 UIS2HND تعالوا ندخل نشوف الرواتر بورد ده شباب كده RB2011 UIS2HND IN الرواتر ده كان يعني من غير هاوسنج بس زي ما انتوا شايفين كان كده بس تمام؟ طيب اهو هو بدأ يعدلك ينزل لك طبعا الهاوسنج بتاعه وبدأ يزبط نفسه اهو زي ما انتوا شايفين وتعالوا ندخل كده الرماد نفس الرماد البروسوسور نفس البروسوسور اهو ما فيش جديد تعالوا ندخل نعمل مقارنة كده على السريع اهو هو قال لك هنا البروسوسور 600 نفس الفكرة نفس الابعاد بالزبط تمام؟ هنا الليفل خمسة هنا الليفل خمسة 128 128 128 ما فيش اي جديد شايف السعر هنا كان 99 دولار وهنا كان 129 دولار تعالوا ننزل كده تحت شباب هنا الوارلسي 300 ميجا اهو طبعا اتنين انتنة زي ما انتوا شايفين اهو تمام؟ طيب تعالوا ننزل تحت كده هو جاب لك هنا الباور اول حاجة عندك البي او اي اوت زي ما احنا شايفين كده تمام؟ عشر كروت انترفيس هنا قلنا نفس الفكرة الاتنين واربعة عندك الوارلس اتنين واربعة 300 ميجا اتنين اه انتنة شغالين عادي الكروت بتاعتك خمسة وخمسة تمام؟ خمس كروت لان عشرة مية وخمسة تانين ايه؟ عشرة مية الف هوت عندك بورت الاس اث بي ما فيش اي جديد الارجي طبعا خمسة واربعين هوا هم عملوا بس زيادة على ما اظن تاني ممكن شاشة تتش وزي ما احنا شايفين ما فيش هنا شاشة تتش في الراوتر بورد اللي انتم شايفينه ده تمام؟ وقف تصنيعه يبقى الراوتر بورد ده مختلف هتأكد من الحتة دي ياريت يكون الشرح فادي الجميع اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته